قلتلكم ان مراوان حمدي هو المهاجم الاول في مصر المرشح للانضمام للقلعة الحمراء قلتلكم ان الاهل خلص معاكم كل شيء كان يجي من نادي المصري بطريقة عايزين الاستغناء كم عشرين مليون يديروها الاستغناء وييجي هو ويجي هو ويدفعوها الفلوس مايبقاش الاستغناء موجه من نادي المصري نادي النظر عن الحساسية الجمهارية قلتلكم دي اول خطوة في المسألة قلتلكم ان مراوان سعد القيعي تواصل مع كامل ويابو علي وقتها رئيس نادي النادي المصري لكن ما كانتش حاجة بعضي كان بيشاك ولكن مراوان حمدي مع مستر مرسيل كولر وفي وجود امير توفيق طلعوا في الازاعة على الكلام ده على ازاعة اونسبورد طلعوا يعترف ده معناه ايه معناه ان احنا لما بنقوله هنا معلومة عندنا فيها مصداقية وامانة وقتها بعض الناس قالت لأ ومش يحصل الكلام ده وازاي هنجيب حد من النادي المصري امشو على الوسطور اياب